وجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي بواصلة جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدا على ما يحظى به ملف الصحة من أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة جذلك خلال اجتماع الرئيس أسيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة تطوير منظومة الصحة أعقد السيد الرئيس عبدالفتاح أسيسي اجتماعا لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهدنسية للقوات المسلحة طرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعيير العالمية وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبلس والمستشفى القبطي فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500 وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين ذكر المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة حيث تم استعراض النجاحات التي حققتها على مدار الأوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم ومرضودها الإيجابي على التخطيط الصحي أعلى المستوى الوطني وفي مقدمتها مبادرة مئة مليون صحة للقضاء على فيروس سي وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام فضلا عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي نجحت في علاج حوالي مليون وستمائة واثنين وثلاثين ألف مريض إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج والتي ساهمت بدورها في فحص حوالي سبعة وستين ألف شخص بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن اشتركوا في القناة